السيدة محمد من القاهرة السلام عليكم عليكم السلام وحكاته بقول لي عندي سؤالين فضالي بقول لي حضرتك يعني مثلا كنت أنا بطلع يعني مبلغ من المال كده للناس شهرية فلاقيت فيه ناس يعني يفتحقوا أكتر منهم يعني ينفع دلدولاً وقطع ده ولا وقصاتهم ولا إيه شعب بوسي ست بوسي ست أنت دلوقتي حسب حاجة الفقير يعني أنت لو عتقسميهم ولا هتفيدي ده ولا هتفيدي ده لا ادي لأكثر احتياجاً ليه طيب؟ لأنه ده اللي يخلي الصدقة تقوم بوظيفتها وتخلي الزكاة تقوم بوظيفتها وظيفتها أنها ترفع الضيق عن الناس فإذا أنت كنت عتقسميها فلا هتفيدي ده ولا هتفيدي ده لا اديها لشخص واحد أفضل من أنك أنت تعملي ده طبعاً عتيجي نفسك تقولك طب والناس اللي تعودوا على ده يرزقوا إن شاء الله طب أنت بتقولي أدي ده وأدي ده هذه فلسفة الفقر فلسفة الفقر اللي خلتنا طول الوقت بند للناس خمسينات جناهات ومحدش فيهم بتخفى عنه المشكلة لكن إحنا لو ساعدنا حد فنأناه ولزيك إحنا في كتير من الأحيين بنختار ماذا باستدار الحنفية حتى في الزكاة إن احنا نعطي الزكاة كلها لمصرف واحد عشان نخلص على فاقة إنسان أو نخلص على حاجة إنسان عشان نقدر نخفف من عليه وتقوم الزكاة بدورها وتقوم الزكاة بوظيفتها وكذلك الصدق فأنا رأيي ندي الشخص نفرج عنه أفضل ما ندي الاتنين ويفضلوا في نفس أحواله ترجمة نانسي قنقر